العراق ساحة حرب رئيسية لإيران هذا العام والأعوام المقبلة مستغلة أذرعها في العراق بهدف الحفاظ على نفوذ سياسي وأمني لتجاوز العقوبات الأمريكية وإجبار واشنطن على الانسحاب من العراق هذا ملخص السيناريو الذي كشفت عنه المخابرات الأمريكية يوم أمس أصبح لزامنا الآن أن تنتبه في الطبقة السياسية وهي مقبلة على انتخابات قادمة بأن زمام انفلات الأمر والانتقال إلى قد تكون مواجهة داخلية حرب بين بعضنا البعض قد تؤتي ثمارا للأسف أقول سوداء على كل العملية الانتخابية وعلى كل ما ينتظر الشعب العراق من عملية تغيير وإصلاح قادمة الصراع الجيوسياسي بين أمريكا وإيران ما زال يلقي بظلال سوداء على الساحة العراقية وهو واحد من أخطر التحديات التي تواجه النظام السياسي العراقي حيث لم يستطع العراق لغاية الآن من تحييد نفسه بعيدا عن هذا المحور أو ذاك في ظل وجود أذرع مسلحة تعمل خارج سلطة الدولة لن نستطيع أن ننكر بأن الإيران فعلا موجودة أذرع في العراق وهي تحترف بذلك موجودة لدينا فصال مسلحة تحترف على أن تقول بأنها تتلقى دعم من الجمهورية الإسلامية في إيران وتقوم بعمليات ضد الولايات المتحدة الأمريكية داخل العراق وهذا يعني مؤشر خطير يدل على ضعف الدولة العراقية برمتها فرض نفوذ كل من الولايات المتحدة وإيران في العراق ضغوطا شديدة على الحالة السياسية والأمنية خصوصا في حالات الاختلاف وتناقض المصالح بين الطرفين وقد كان ذلك من بين أسباب عديدة أسهمت في نشر الانقسام السياسي والاجتماعي وتكريس ظاهرة الفساد من بغداد علي عبد الكريم الفلوج الفضائي